اهلا بكم على وقع تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة على محاور عدة واستئناف المقاتلات الروسية والسورية غراتها الكثيفة على بلدات المحافظة الجنوبية هزت انفجارات عدة بلدة محجة الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة والتي تتخذها قوات ايرانية ومقاتل حزب لا مقرا من جهة اخرى نشر الجيش السوري اسلاكا شائكا على طول الحدود بين لبنان وسوريا في جوار معبر مطربة المجاور لبلدة القصر لمنع الانتقال سيرا على الاقدام واصبح التنقل لمواطني القرى المجاورة محصورا بالمعابر الشرعية التي تقتصر على معبر الجوسية المجاور لبلدة القاع كثفت ميليشيات الحثي الايرانية من عمليات تفخيخ الاحياء السكنية في مدينة الحديدة بالتزامن مع ابتزاز الاهالي من خلال اطفالهم بهدف الزجبهم في اتون المعارك وقال سكان في المدينة ان الحثيين يقومون بتخزين الاسلحة المختلفة داخل مباني في الاحياء السكنية التي تقهقروا اليها مؤخرا بعد سلسلة هزائم امام القوات المشتركة المدعومة من قوات التحالف العربي قبل ايام قلائل على انعقاد جلسة محكمة التمييز المقررة للفصل في قضية اقتحام ابن مجلس الامة غادر النائب السابق مسلم البراك البلاد امس متوجها الى تركيا البراك شهد في مطار الكويت الدولي قبيل مغادرته البلاد برفقة عباس الشعبي في انتظار انهاء جهات سفره وسط تساؤلات عما اذا كان سيعود قبل الجلسة امس سيبقى حتى تستبيين الامور للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت كوم